نجحت عناصر من القوات البحرية في إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها 45 فردا على مسافة 96 ميلا بحريا من السلوم حيث قامت عناصر القوات البحرية بتقديم الدعم والإغاثة للمركب بعد تلقيهم بلاغ استغاثة كما تم تسليم من على متن السفينة وجميعهم مصري الجنسية إلى جهات الاقتصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة ويأتي ذلك استمرارا لجهود القوات البحرية في أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية